معنا سؤال الحقيقة السؤال ده كان من أسئلة الهوى كانت أخت فاضلة بتسأل الأستاذة نغم عن معنى قول الله تعالى في سورة الزلزلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرجت الأرض وأثقالها فهي بتقول يعني إيه أثقال الأرض أو إيه المقصود بمعنى الآية هو المولى سبحانه وتعالى قال في سورة الزلزلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها هذا المشهد الوارد في سورة الزلزلة ده مشهد من مشاهد يوم أو يوم القيام بتهتز الأرض ساعتها بمن عليها وده لأنه زلزال عظيم جدا يتم به خراب هذا وانتهاء الحياة في هذا العالم وأخرجت الأرض وأثقالها بيان لأثر آخر من آثار ما يحدث من أحداث عظيمة وأحداث هائلة في هذا اليوم الشديد كلمة الأثقال جمع ثقل بكسر الثاء وسكون القاف والأثقال يعني هو المتاع الثقيل منه قول المولى سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وأهل اللغة قالوا إذا كان الميت في جوف الأرض يعني إذا كان الموت في جوف الأرض فده ثقل لها وإذا كان الموت فوقها يعني فوق الأرض فهو ثقل عليها وإنما سمى وعشان كده يعني حتى لما نلاحظ مسمى يقولك الثقالين الجن والإنس حتى سمى الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم والمراد بها هنا ما يكون في جوف الأرض من أموات وكنوز وغير ذلك مما يكون في باطن الأرض سيدنا بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أثقالها يعني موتاها تخرجهم في النفخة الثانية وقيل بردو في التفسير في معنى أثقالها إنها كنوز الأرض حتى في الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يعني كأن الأرض دي إنسان شبهة كده أعزكم الله بيتقيأ بتخرج كل ما في باطنه كأنها إنسان لي فم ولي بط فبيخرج ما في باطنه عشان يصور لك مشهد ويجسدوا لك في المثل ده التلفظ بما في داخل الأرض من أسطوان الذهب والفض فيجيء القاتل يعني بعدما هي تخرج كل الكنوز بتاعتها فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع قطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحم ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي أو قطعت يدي في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث بيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه هيأتي زمان يوم القيامة بتلقي الأرض أفلاد كبدي إنها بتخرج كل حاجة فيه جو فيها من القطع المدفونة فيها والكنوز اللي فيه داخل أعماقي البطن الأرض وسمي ما في الأرض يعني بالمعنى ده بكبدا تشبيه بالكبد اللي فيه البطن يعني كل ما فيه أعماقها يخرج أمثال الاستوان جمع استوانا وهي السارية أو العمود الذهب أو من الفضة وشبهوا بالاستوان لكثرته ولعظمه دي فيها كنوز كتيرة جدا في أعماق الأرض وساعتها مع هذه الصورة الصعبة أنت متخيل كل الكنوز الأموات تلفظهم الأرض وكنوز الدهب والفضة بهذه الأحكام الضخمة تلفظها الأرض في زمان القيامة ويتمثل أمام القاتل وأمام قاطع الرحم وأمام السارق المشهد ده فيجيء القاتل فيقول في هذا يعني في الدهب والفضة دي أي في مثل هذا ولأجله قتلت النفس التي حرم الله قتلها ويجيء قاطع الرحم بسبب شدة حرصه على المال فينظر إلى ما أخرجته الأرض فيقول من أجل هذا قطعت رحمي فلم أصلهم ومنعتهم حقوقهم ويجيء السارق اللي كان بيسرق في الدنيا قدام المشهد الصعب ده فيقول لأجلي مثل المال قد سرقته فقطعت يدي حدا ثم بعد ما نظروا اللي كانوا بيجروا عليه في الدنيا الناس اللي أخدهم الهوى والشهوات اللي تسرع وقتل واللي تسرع وقطع الرحم واللي سرق وكل هؤلاء بعد ما نظروا إلى منظر الأرض وهي تقيئ ما في بطنها وقالوا ما قالوه يتركون ما ألقته الأرض من الكنس خلاص ما بقالوش إيمة ومش هيخدوا منه حاجة خلاص لأنه في وقت لا ينفع حينئذ انتهت أحوال الدنيا وانتهت قوانين الدنيا وانتهت مطامع الدنيا فساعتها لفضت الأرض كل ما فيها وأخرجت كل ما في باطنها وأصبح لا فائدة من كل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونرجو أن نكون لخصنا إلى حد ما هذا المعنى أو معنى إخراج الأرض لأثقالها وأخرجت الأرض أثقالها